جويل يا عشرين اربعة وعشرين مرحبا بكم في موعد جديد من زون ميكس معكم اسلام الدب في الاعداد والتقديم سيرين احتيت في الاخراج سليم في الاخراج الزقمية نجم التابعونا لما كنت في تونس لكل من خلال الفريقونس متاعنا وتابعونا ايضا من خلال موقعنا في راديو اكس برسافين بوان كوم وتشاهدونا بالصوت والصورة في اللايف ستريمينج تلقاها بداية وتسويت تلقاها على قناتنا في يوتوب اكس برسافين في الصفحة الرسمية في فيسبوك اكس برسافين ويران تلقاها في الصفحة الخاصة برياضة اكس برساس بورا اكيد الحدف يفرض نفس والملعب التونسي توجل بالحب كأسه السابعة في تاريخ انشاء الله الف بابروك البقلوة والكل احباء وجماهير الملعب التونسي معنا بتايفون او حبعت شوية بشكل معنا بتايفون ريف خاص لكن اقبال لهذا يحضر معنا في البلاتو يوسف العرفي ويوسف مرحبا بيك مرحبا بيك سلام ومرحبا بي مرحبا بمستمعين إكس برسافين اه 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 ايه اه دونك يوسف الباح لصباح السايري يعتك صح الساعة والحاجة مشكورة على تواجدكم معنا عايشك هذا وجب وفرحك ما القدناش فرحك بتأخذ ما وحمد الله وكا اه مستحق مناجم يكون كاي مستحق بعض السنين السكل تقريبا نشهد كبيرة بمنعب التونسي يوسف اه مستوي كورا مستوي انتظام في المردود استمرارية تقريبا الفريق الوحيد اللي يحفظ على المدربة متاعه منذ العام الماضي كورة مزيانة يقدم في الفريق خاصة نشوفنا باهداف فما شوية عقم في البطولة لكن ترحت الشبكة من بعض في البطولة ذهل لي ما يجب يكون كان مرعب التونسي هو الفريق اللي استحق الكاس في الموسم هذا والله الحمد لله السلام الخدمة مدارش من السناء عنا زوز مواسم قاعدين نخدمو كي خممنا وقررنا انا نشدو استاد نعرفو روحنا عشنو قادمي برشا حاجات سعيبة تعدينا بيها لازمنا نحكيو عليها وقت الفرحة خدمنا جينا ببروجيه واضح بالتخطيط واضح وين نشوف استاد بعد خمسة سنوات اليوم بعد جزء مواسم حمد لله اول حاجة هذي تفرحنا واحنا في المرعب التونسي فرحنا كانت تتويج وهذا الاسعين هلوم اللي مسكنا بزيما من الامور خدمة كانت سعيبة برشا وشالله تنحكيو عليها في اللي ميسيون بشوية بشوية حمد لله موسم ناجح مرتبة ثاثة ولا رابعة بالتساوي مع نادي رياضي سفيق سيدك اللي يقول ثاثة موافق ناش ربي في البطولة رغم انه اكثر اكيب توري في حجم لعب بشهادة كل المحلين في تونس هذا الفريق اللي يصنعنيه تواعنا زوز مواسم اتار فاني عنده موسم ونصف مدير رياضي هيئة مديرة اللي وفرت كل ممهيدة النجاح احنا اليوم الملعبية البرحي سنة وقتش يروحو معنا بخيس بقاتي كمو عنا كنز جوخ فستاش من ماتش من ماتش المستير قبله بثلاث ايام احنا كنا متواجدين في سوسا وبعد لعبنا مع المستير لعبنا مع اليتوار جعنا مع بيجا الحمد لله حطينا كل شي بش ننجحو كنا مخمين كان في النجاح عمرنا مشاكينا والحمد لله اليوم واني بحديك ومعنا كأس تونس الملعب التونسي الموسم قبل الماضي كان في الربطة فانية كنتو تتوقع معنا النجاح بالحجم هذا معنا لقب تقريبا بعد واحد وعشرين عام باي سلام بس نبدأوا الحكاية من اللول هي بديت بحلمة كمرا عبد الكل قادين يقولوا فيه هذا هذي الكلم اللي قلنا هي احنا من اللول احنا الهيئة المديرة هذي بخاطيك مو لكلنا كنا نخدمو يا في ليجان يا في هيئة مديرة حاجة خدمنا مع زوز وفا مش كنا نخدم مع ثلاثة وحتى اربع رؤسي سابقيا ها سر تمومو استاد تونسيان في التاحت في الربطة الثانية ونعرفو كل كيف اشتاحت مش لازم نرجعو للتاريخ قررنا الحقيقة قربنا من اللي اه من اللي كنسي جرر بن عيسر رأو رئيس قربنا قلنا رأوا بش يجي نهار بش ناخدو زيما من الامور ورأوا بش نسيرو احنا استاد بالافكار راوها احنا صحيحة وبالافكار اللي توصل الاستاد لنهار كيما اليوم بن스�ل تحكي على استاد وعلى بوديوم وبلاصة هالي احنا نشوفو فيه احنا تربين عاري استاد كبيرا تربين عاري استاد ديما ترعب الفوق تربين عاري استاد متنجميش تكون ا Config تونس يقول تحكي عاستاد وعا البوديوم وبلصتها اللي احنا نشوفه فيه احنا تربينا عاستاد كبيرة تربينا عاستاد دي ما ترعب الفوق تربينا عاستاد ما تنجمش تكون اتيح عربع وخمسة اه مرتين في خمسة مواسم اه ما حملناش كولاد استاد اه مهذا مش تشكيك في رؤسي سيبقين بالعكس هذا خدمه اه اعطاه الاستاد لكن لحقيقة حابينا نعطيه نفس جديد الاستاد حابينا افكار جديدة حابينا بيرو جديد خدمنا كمان نخدمنا مع سي نوردي بن بريك في الرابط الثاني قرر هو بشي بعد شوية لاسباب اه او لاخرى الحقيقة شجعنا وقلنا ما نجموش نخليه جمعيتنا كانت عنا اهداف واضحة والاهداف هذي حمد الله قاعد اتحق بشوية بشوية اه عم نامل ديسيزيون متعوصل حمادي الدو هالي كان ممكن نقول بدل وجه للفريق خاصة ان الفريق كانت معتنا نتائج كانت مش ماشية شوية الفريق بعد اكمل لول في البلاي اوت بعد توجه ايضا وصول ديمي فينال متع كاستونس خرج قدام الترجي اه هالي بدل برشا حمادي الدو منذ وصول حمادي الدو من اكبر الكفاءات التونسية في التدريب انا عاش ترافستان مع برشا مدربين اه 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 يوجد اه اه قريب من ملعبته اه الفستير كانت لحمة كبيرة يسر غراسة الملعبية الاكسبريمانتية لعنا وغراسة حمادي الدو دونك اه سي حمادي احنا من اللي جاي الاستاد قعدنا وحكينا على الاهداف حكينا على السنة قبل ما نحكيه على عم ناول كنا واثقين واختلي جاي حمادي الدو حتقبل راو مع سيسكندر غير فمبارشا حاجات ممشيتش احنا زادة كاية اموديرة اسلام لحقيقة وفرنا عم ناول راو احنا نعبه بلياوت وانتي تعرف اه اللي في كتيف متع ستاد شنو فيه ما تنجمش تعرف بلياوت بللي في كتيف هذيك وبحجم اللعب هذيك وكنا ناعملوا راو عم ناول زادة بشنا بش نمنعوا الموسم متاعنا بالكأس لكن وقت القرعة والتراجي في رادس ونعرفوا كيفاش تعديت المباراة وكل اه حمدو الله كما نخدمنا على رواحنا جدرنا ثقة في حمادي مدرب الوحيد ذهري في تونس اللي كامل الموسم كنا واثقين للاخر اه الاهداف متاعنا كانت ملول بلياوت ومبعد حكينا اننا نكونوا على البوديون في ثلاثة لولانية مجموعة نقاط احنا راو متساوين مع السيساس بالكولافيراج كاملو الرابعين عوضنا في كاس تونس الابجيكتيف هي مشاركة افريقية اليوم وصلنا الابجيكتيف متاعنا معناها عندي انا موسم ناجح شكر كبير للإطار الفني يعطيه مصحة على الخدمة اه والمدير رياضي زيذا كيف كيف وهي مديرة وهو معناها عمل متكامل متاع جمعية كاملة اكيد اه طبعا تلاحكيه شوي اكثر على مستقبل حمادي الدو يوسف لكن قبل هذا قاعدين نمشيو بتدريجيا اه استاج متاع تركيا اليسار في اول الموسم مش مستنسين برشا استاد تخرج حتى مش استاد الان دي اطونسي الكل قليل الي يمشي اختريع من استاج خارجي في اول الموسم انتم حطيتوا الباكو ودفعتوا الفلوس وعملتوا عطها رهنتوا بس نمشيوا للبرة احنا حطينا الباكو وراو مش متفرهدين برشا ماليا اما بش نقلق نحطوا الباكو ونعملوا استاج للبرة ونحصنوا الصورة متاع الملعب التونسي احنا من الاهداف متاعنا كيشدين استاد انه لماذا اجتاع استاد تكون الفوق توكنت تحكيلي على الربط الثاني الملعب التونسي انه ينزل مرتين في اربع سنين ولا خمسة سنين لماذا متاعه بدأت تهتز شوي احنا من اولوياتنا كيشدين استاد نخليوا الملعب التونسي في بالي واحد اخر معناها متجمش جميكا كيما الملعب التونسي ما عنداش سطور متجمش تكون ما عنداش حافلة خاصة متجمش اه متعملش استاج للبرة حاولنا بش نخنو على لماذا اه حاولنا نخدمو على الكوام زادا عنا لجنة لجنة اعلام ما شاء الله اه خدمنا عملنا لجنة متعام في الستركتور زادا حصلنا الجزون تعباردو برشا فلوز زادا صرفت فيها المدير الميش البلدية اللي صرفت ولو انها مشكورة ياسر قاعدة عام فينا وكل استاج تركيا كيبيني فيك لقينا ثيمارو اخر العام معناها حتى كان حتينا الباكو كيما قلت من ناحية شنوها كيبيني فيك اه كان اللحمة بين الملعبية زادت برشا واستاجات هذا ما انا اكتشفت انهم يقربوا الجروب لبعضهم مش يقولوا يقلقوا الملعبية من استاجات اه يقلقوا كي تبدأ المجموعة ما تحبش بعضها انا انا احكيك بالتجربة يقلقوا كلنا معناها عندهم الحق يتوحشوا عائلاتهم وما يحبوش برشا الوطلة وكل هذا كل اما اللحمة في الملعب التونسي كنا عائلة احنا حتى كهائة مديرة اه كانت العلاقة مع اللاعبين كاخوات كمعناها فما اقدر فما احترام متبادل لكن كنا قراب برشا للملعبية متاعنا استاجة ذاكة تكنيك ما نتصور معناها كان ناجح برشا خطر رعبنا مع فرق ما عنديش نفس الفكر بتا كور القدم التونسية تعلمنا حاجات جدد اه اللحمة بين الملعبية شنو الفكرة معاملين منحكي كورة معناتنا تشوف الخليجين كيفاش يرعبوا قاعدة تفرش فيهم تفهم استيل دجوم تحمل لما الترعب ضدهم لعبنا ضد زوز فرق من تركيا اه معناها حاجات جديدة حتى لللاعبين حتى ما يخلقوش تعرف انت الفاز هذيك متاع البرباريسيون الملاعبية كما قلت انت يخلق شوية فمتخاطر هو برشا شارج وبرشا خدمة اه طريقة جديدة انا الراها ناجحة ومدام نجحنا في اخر العام باش يكون لعنا لحمة ومحبة انت تشوف اللي ديجر ديعم بتاعنا سامي وعاطف معناها كيفاش يعنقوا في بعضهم كل ماتش كيفاش يبكيوا كل ماتش ويحبوا يوصلوا استاد للبلاسة هذي تعرف انه الفستير متاع استاد حمدو الله خلقنا فيه لحمة ولحمة كبيرة برشا وخلينا العلاقة بها بين كل الملاعبية اللي يرعبوا ولا ما يرعبوش باي بعض استعجاب اللي زوبجي كيف كيفاش حضرتوهم مع ستاف تكنياج مع الهيئة مع الملاعبية احنا نعطيك الموسم كيفاش صار بالضبط احنا بدينا الموسم بتاعنا قاعدتنا الحقيقة غصة شوية ولا شوك شوية كيفاش ممشيناش بليوف عم نيول احنا عملنا كل شي بش نمشيوا البليوف السنين دوب ما كملنا عايتنا رحل السيحة مضي الدو جددنا فيه ثيقة قلني الوراك بش تكمل معنا رو اهدافنا اول هدف ان ستاد تونيزيان ما تنجمش تكون فيه ما تكونش في البليوف وفرنينا ممهدات نجح احكينا في الملاعبية اللي بش نجيبوهم عملنا دير كله ثمو هاي لين بورتان احنا اللي في كتيف عم نيول بهي برشة انبعد راهو ما مشيناش في البليوف بسهولة راهو نتفكروا لعبنا في بيجة ما نربحوش ما نمشيوش في البليوف يعني كانت بيجة فيتتنا بدو بوين وقتها ونسيت حاجة هاك اه حكينا على البليوف من بعد وصلنا للبليوف حمد لله عاودنا قاعدنا مع حمدي دو عاودنا جيبنا الشيحي وامرو وديالو اخذينا اه شوية ملاعبية بش يزيدوا يعاونونا وحطينا اوبجيكتيف واحد اخر انا نكونوا في التفل ولاني ادي اومرو جاي في الشتاء في ديسمبر اي انا تاونا قرس لك شوية اي 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 حطينا اوبجيكتيف بليوف اي ومشينا للبليوف الحمد لله بعد عاودنا قاعدنا مع الايطار الفني وعاودنا حطينا اهداف جديدة خطر الاهداف تتبدل مع تغير الوقت واللي في الكتيف وهذا كل ام مربحتوش برشة مات شوية في البليوف لكن كيف كيف مخصرتوش وتقريبا ومش تقريبا الفريق الوحيد انتوما اللي فايز على البطل كيف كيف كان بالامكان افضل وإلا راضيين باللي صار في البطول الحقيقة الفريق الوحيد اللي فايز على الترجي وهذا ما وش نجائس في حد ذاتو لكن ما تشويت البطولة كي نلعب نام كيبا ما تشويت الكاس فتاتر كنا نجمو ونكونو معناها مجموع نقاط اكتر من هكاكة لكن عادي جدا اسلام معناها عندك رزلطات تحكم فيك عندك منافسين زادا كي ما تخسرش مع منافس ما يخذش هو فما البطولة والنظام اذين بتاع البليوف خلينا نعيشوا معناها ببرشة سترس ومن نظام هذا جيت التعادلات هذي كل احنا راهو بالارقام دومينينا لزاد فرسير اللي جاونا كل واللي مشينا لهم حتى في ميدانهم دومينينا ولعبنا ما حال فناش الحظ تشوف الفرص اللي ذعت على على الملعب التونسي السناء معناها شي كبير برشة ما حال فناش الحظ بار كونتر في الكوب مركينا عشرين هدف حاجة هكا معناها التوفيق جا في كاس تونس حمد الله ومعناها ما ناش نتحصروا ما ما كاملنيش دوزين بلاس ولا ما راهلنيش على البطولة لاخر وقت ما التعادلات اللي كنت تحكى عليهم لكن الحقيقة معناها الحظ ما كانش الى جانبنا في البطولة باش ترجعوا فريق العقاب هاللي مسهل البراح مانتش نو الدسكور اللي كان مع ملاعبية قبل الماتش الفريق عنده من الفين وثلاثة اخر كاس هزاة الملعب التونسي فريق في حجم البقلاء والناس كل تعرف معتها والفريق اذا عنده معزة خاصة عند التوينس الكل المسؤولية والضغوطات نتصور كانت كبيرة برشة عن ملاعبية شنو عملت نتوم كهيئة باش تخفوا هيدا من الضغوطة كانت كبيرة برشة شنو كن بشو نقول لك صدقني ما شفتش الملاعبية في ضغط كما نهارين لتالي اجتمعنا معهم مشيني لهم حكينا قولناي لهم راه احنا بشهادة عبلت كل عنا جماعبية اذا بعد مرش المسير ستوها كانت اه معناها هزة كبيرة ياسر كيفاش مربحناش المسير غديكة وما كملناش ما اخذناش المرتبة ثانية والمرتبة ثانية تمسوا لولاد بطريقة معناها غير عادية في باليش بش يكون تأثر هكيك قررنا وقتها مش نقعدوا في النزل مراحوش تونس نقعدوا في صوسة اجتمعنا بهم واكثر مساج تعدل الملاعبية وصلناي لهم اللي هما مش يربحوا اي جماعية في تونس بالمانيير ومش بصعوبة برش امنوا برواحهم اللي هما مش معناها مش معناها كانوا مش مامنين اما امنوا برواحهم انهم بش يعوضوا البطولة بكاس تونس حاولنا خفوا عليهم الضغط المساج كان واضح وسريح عنا فيكم ثقة وكينا لعبوا لعبنا اراهو بش نزكوب هذيك اللي اتعدى عاونونا برشة لكادر عاونونا برشة سوف تكنيك وكان فاهموا كونفيونس لحقيقة لولاد كانوا كانوا عندهم ثقة في الواحهم برشة ويحبوا يفرحوا جمهورستاد وهذا هو ديسكور والتوة معناها حتى اليوم السباح نحكي مع بعض اللاعبين هذا هو معناها يقولوا اللي قلناك عندك أنا رجال واحنا اللي بجي كيف متاعنا نوصلولو ماوصلناش البطولة وصلنا في الكوب حمدو الله ما كانش ضغط سلبي كان ضغط ايجابي بشي عاودي يفرحوا جمهير مستحقة فرحة جمهورستاد مستحق برشة فرحة تشوف العباد البارح معناها بالدموع عباد يبكيوا متنجم تكون كان فرحان انك عملت حاجة هاكت جمعيتك والملاعبية زادة فخورين برشة انو مراجعوا امجد استاد وان شاء الله نكملو اسلام ابي يوسف في برح الفرحة تقريبا ان حكيت عن الملاعبية حابين يكونوا بحضان ذات الملاعبية شاء الله ضغالي تاعبين شوية الضغالي تاعبين شوية صاروا شوية والميسيون الصباح نحنا شاء الله نعودو هالك شاء الله فقط يوسف شوفنا البرح مسؤولين بثوب جماهير ضغالي في الاحتفالات اللي شوفنا الفلام شي على المرئيس من نجنتي كيف كيف اه ما عاش تفرق في الاقوات كما يرون بين مسؤول ومحبظة اللي انتوما محبين اقبل كل شي احنا مش هدينا استاد سليم كان بغرام كبير وبعشق كبير هال للنادي هذا وحلمنا بالنهار اذا انا حلمت اني نتوج حتى هنا في القرادة فما بالك معناية التوج وثمرة عمل عمين ما نحبوش نحكيه على رواحنا اما صدقني تسير الرياضي متعب جدا متعب بطريقة غير عادية عمل يومي ما يفعل تسكر حكاية جي حكاية اخر نحن له كما يقول ونخدمو بغرام احنا نحبو استاد ونمستعدين نعملو حتى اكثر من هكاية كلا غالب ساعة نجمو نصرفو كجماهير واحنا جماهير قبل كل شي لحقيقة معنا كما قلت لك حتى علاقتنا مع الملعبية مع الاتار الفني مع الجمهور استاد احنا هبطنا من القرادة وهبطنا ب واضحين وقاعدين نحقو فيهم حمد الله ووبلش نقاضوها كي كلا بقاضو ديمة قراب الجمهور استاد وفي وسطه بتعises شوي عالمستقبل حتى في التعليقات اغلب التعليقات راه واضح السؤال هو حمود الدوك في السؤال طه بعض نجيوها يوسف فاكيتا نجيوب عليا لكن نحكو شوي عالمستقبل اااااااااا متع استاد نس كلت كما قلنا قبل لك اجمع افكتيف محترم خلينا نقول حتى افكتيف ممتاز فيهم لعبية معنا متنوعين فيهم الاكسبريرانس فيهم الشباب. كيفاش تقيم انتم الفيكتيف وهل بش تحافظوا عليه الفيكتيف هيدا للموسم القادم؟ الفيكتيف هيدا قاعدين نختمو فيه توازز مويس بشوصل الفيكتيف هك. وعننا نقاس. معنى بش تفهم اللي الخدمة بالحق ما يسهل. والمرشية في تونس ما هوش كبير برش. عنا عامين حاولنا ركزنا احنا اخذينا جمعية من الليك دو. اه ابار ابلاء النادي ما اخذينا حتى ملاعبي معناها النجم وموجود طوى نرمى الموقع دي رعب. دوك عاودنا ابنينا. وانتي تعرف سلامة تنجمش تبني فيه عامين. نازم توقع تعمل في 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 جامعية تلاثة واربعة سنين بش تكون فهمة لحمة وتكون تنجم معناها تنجكتي معهم لولاد الصغار وكل. عاولنا عامناه ولا حقيقة الانترديكسيون بتاع بعض الجامعيات. جبنا هيثم الجويني. رجعنا بي للماجلي. اه جبنا لمن داو. رضو ما نحكي الكراكية استوى معنا هي لعبوه. اه حاولنا نعملو جامعية ما كملش نسمي خايف لا ننسى بعض اللاعبين اللاخرين. السناحة سنة. وليت عنا جامعية السوليدار على الاخر. وفم التناغم وتنسق كبير برشة. انه نحافظ ولا ما نحافظوش. اللي نقوله لك انه بيحاوليه بش نقضوا في نفس البليء. العروض موجودة البرشة اللاعبية. وعادي بش فريقي يتقلق ويتميز ويزديتر. بش يجيو عروض الملعبية. من ابناء النادي ورا مش من ابناء النادي. اللي نقوله الجمهور ستعدوا. على ذمانتي. انه بيحاوليه عام جاي بش نكونوا في نفس المستوى. وما ناش بش نفرغ وستقل. بش تكون فما اي كيليبر. خاطر الفلوس زادة مهمة. جدا. اللي نعبد متحبش تحكي عليها. تجمش تكون في نفس المستوى. ما تنجمش تبيع ستة ملعبية. يعني قتلك. واضح. اي. من بش العجمول يطمن زاد. ما تنجمش تبيع ستة ملعبية وما تنجمش تبيع سبع ملعبية. وتنجم تبيع واحد ولا زوز وتعمل اي كيليبر متاعك. هو كله تسويق باهي. وباذن الله تو استاد في تسويره باهي. وفي ايماج باهي. بيحاول له نلقاه العروض. اللي تساعد استاد. ما فماش عروض. نحاول نلقاه. معناه امكانيات اخرى. ونحاوله تهنيه على استاد. نحاوله نلقاه الامكانيات. نحاوله نوفره. وكل عرض بش يجي. بش يتم دراسته. والمصلحة الوحيدة. اللي بش تكون فوق مسالح عبادة كلها. مصلحة المرعب التونسي. باي خاننا ندخلو اكثر في جزئيات. الكلام خاصة على بن عبدة. اللي مشل عليه قدم سيزونه ممتازة جدا. وكيف كيف الخضراوي. اللي يعطيه الصحة ايضا. الكلام خاصة على العروض للملعبية هذو. فما حاجات رسمية. وقاله موصل لحد شي حتى. موصلنا حتى عرض رسمي. من حتى فريق بخصوص اي ملعبي. بخصوص اي ملعبي. كله كلام. نتعوك اللي لاعبين. مم. عرض رسمي. جاء الادارة الملعب التونسي. موصلنا حتى عرض رسمي. اتصالات. اتصالات بالملعب التونسي ما تصل بنا حتى فريق تونسي على حتى ملعبي. مم. يعني جاوبتك مانا قتلك. حتى فريق تونسي ما تصل بنا على حتى ملعبي. خط الكلام على الترجي هو. عنكم نية تسايبوا ملعبين فلا ترجي وقاله تفضلوا انه يمشوا البرع ملعبيت الملعب التونسي. شخصيا وهقية مديرة. نفضلوا انه ملعبيت الملعب التونسي يلعبوا في بالية واحد اخر خارج تونس. خاطر الملعب التونسي توا حاليا موفرين كل الظروف الناجحة بش يكون الملعبي مرتاح. و احنا ملعبيتنا دي ما نحكيه معهم في الصنس هذي. انتي تجي تعمل باساج بيه في استاد. اه برش عينينا على استاد حتى من خارج تونس. و احنا العروض معمرنا مرة الفرد نعرض معناها ديريكت. ندرس العروض نحكيه مع اللعب. شوفوا مصلحته مصلحة استاد. وبعد نقرروا. ماذا بينا نبيعهم لعبيتنا البر و ماذا بينا نشوفهم متقلقين البر. هاي في ما جويني ما ندمتوش اللي رفافتو العرض بالقيمة ذيكا ما ترجي في اواصل الموسم. وقالك تشوف النتائج بعض. وهاي في ما اللي كان من المساهمين الكبار في الكوب هذي تقولو اي خذينا شواء صحيح. ما ندمناش. ما ندمناش و ما ندمو على حتى شواء خذيناه. ولحقيقة راهوا اي ديسيزيون ناخذوها في مصلحة المرعب التونسي. الملعبية اليو في وعقودهم يوسف. اسكوا فاما نيجوسياسيون معهم. البرح مثلا سمعت عاطف الدخيل اليوم قال اخر ماتش ليه مع السداد. شا عملتم معهم من اللعبية هذة؟ سيمه ليل ايضا يوفى الكونترامتاع وفكرني كان فاما ملعبية اخرين. فاما سيمه ليل فاما ميرحنيش فاما. مش نقضوا مع الملعبية كل. و مش نعملوا اجتماع تاو خارج من بحديك انتي عندي اه نص نهار ونص اجتماع مع رئيس النادي. مش نشوفوا دوسية نتعلك. ايدو في تخوه ها? ايدو في تخوه ما نرتحوش الله غالب. اه ولازمنا ما نرتحوش خاطر الحقيقة الوقت ضيق برشا. و نهائي كأس اه تلعب ماخر برشا يسرتو قريب اللانكار والدومية. يعني كان جيت لعبت الدومية عندك اموة ولا كان جور. كان عندك وقت بش تصلح برشا برشا حاجات وبش تحذر روح كل برشا حاجات. نيات العقول بش نقضوا مع الملعبية كل. في نياتكم الكل نتخل اليوم. اللي بش يقضوا معنا ولا مش بش يقضوا معنا بش نقضوا معه. وبش نشوفوا اللي فكتيف متاعنا شنوي نجم يكون فيه نعم جاء. اللي بش يعاوننا الملعبية. علاقتنا بهم هي لبرشا. و عبروا على رغبتهم انهم يقضوا. قاعدوا كيكو دي تاي. لحقيقة نقول لك بكل امانة وبكل واحد. بتاع السبع يام ولا العشرة يام اللي خلانين ما خلانيش نركزوا في الفولي هيدا. خلانينا نركزوا ان ان نشوف. اه فم الظروف اه مثلا كي محراس المرمى. لحقيقة فهم الظروف خليت انها ما نجدو. ما نجدوش للعاطف للسيمي. اه في 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 ديسمبر. اتحفظ بيها. اما هما يعرفوا الاسباب. وقلنا لهم اما ميني مهم فما عاطف ولا سيمي بش يقضوا في استاذ بي حول الله. من حق الجمهوري يعلم بزيت. الاسباب. ما فهموا حاجات من جموش نخرجوها معناها. اه حفاظا على على مصالح المرعب التونسي. مش حاجات خيبروا مش محبوش خرجوها. ما حبيناهم اه حبيناهم اه يكونوا قليز. لحقيقة فهمت. ووووو. مش نقضوا معهم زوس كما قلت لك. الي بش يقض احنا ماذا بنا يقضوا معنا زوس. اليوم اه كان ناتي سال دي جامعة الف السباح. احكينا اه متأثر برشة عاطف عاطف رجال. اه عاطف عاونة او عمين. اه حتى ما يلعبش اكثر واحد يشجع صحاب و اكثر واحد يوقف مع اصحابه وبرميل لكادر متاع نحنا نعيطه لكادر روعات في موجود معهم. آآ سامي كيف كيف. آآ ولاد عائلة متربين متخلقين مهنين معناها في كل شي. سامي واخت لي تحت استاد قعد معنا في ديفزيون دو. سامي واخت لي موقفش معاه جمهور استاد. كان آآ وما جايوا بحد. وما تكلمش في استاد. وقعد. والعب في الليك دو. والعب بناك في استاد. وطوى آآ القيناه في موسم ناجح. العباد الكل. آآ معناها بالحق شابو. كفاش رجعه من بعيد. ويعمل موسم كما هذا. وكما قتل كولادنا. وبش نقعد معهم بيحاول. ما زالنا محكي ناشي. ما زالنا محكي ناشي. حكينا تا سمعت انت معناها. انت الفانسيون مع ماهر مع احد ذا الراديويت قال نحب نكامل. بش نقعده وبش نحكيه. مع الملعبه الكل. اللي بشي قعده بش نقعده نحكيه. بش نحطه كل شي على التاولة. ومن اليوم بش يبدأ العمل. يعني بعد شوية كيمقرط لك عن اجتماع. آآ بش نشوفه مع المودي الرياضي. وبعد بش نشوفه الامور الادارية. بش نبدأ وناخد مال رواحنا. وبيحاولي الريبريز بش يكون آآ بعد آآ عاشرة خمستاش يوم ده. ما عنيش وقت للراحة. باي. نمشو للأخبار آآ بعض نكمل وسؤثين من حصتنا اليوم. بش يكون معنا بترفون المدرب آآ حمادي والأخبار. وبعض راجعين.